لأن شيخنا رحمه الله شهدت له علومه ومعارفه ومؤلفاته التي أضحت بين الناس جزءا كبيرا من حياتهم العلمية حتى الاجتماعية وقد ذكر اسمه على منابر الحرمين الشريفين واستدل بكلامه فيهما ومن أئمتهما وشهدت بمكانته العلمية الهيئة العلمية الكبرى وعلماء العصر وإمته وأقيمت على علومه ومؤلفاته الدراسات الكثيرة سواء كانت دراسات أكاديمية أو غير ذلك